السلام عليكم ورحمة الله من أيام والحديث يتواصل عن المواجهة والمباراة المرتقبة اللي بتجمع منتخبنا الوطني منتخب النشامة مع شقيقه منتخب أبناء الرافدين منتخب العراق المباراة المهمة جدا في حسابات التأهل لكأس العالم اللي كل نقطة من النقاط الثلاث فيها إلها ثمن وثمن كبير خاصة إنه المنافسة واضحة على التأهل المباشر والمقعد الثاني أو منافسة كوريا بين الأردن إن شاما وصيف آسيا وبين منتخب العراق أبناء الرافدين الحديث كبير متواصل محليا عربيا في العراق برامج الرياضية يوميا التحليل يوميا الاستضافات الإعلاميين المحللين في الدول العربية في العراق في الأردن متواصلة جدا الكل بيحكي رأيه الكل له طريقته بالنسبة إلي وإلكم بهمنا نحفز منتخبنا الوطني وبهمنا نحكي إنه إحنا الثقة عالية جدا وفوق السحاب بإمكانيات لاعبي المنتخب الوطني وقدرات المنتخب الوطني وأنا أستمد من تصريحات المدير الفن المغربي جمال السلامي مزيد من الثقة عندما صرح ببساطة إحنا رايحين نجيب الثلاث نقاط إحنا رايحين بإذن الله هدفنا الثلاث نقاط إذن منتخب النشامة هدفه الأول في هذه المباراة النقاط الكامل أو على الأقل للنتيجة الإيجابية مباراة مهمة أشبه بالمفصلية لكنها ليست حاسمة لأنه في مباراة إياب بعمال في مباريات المنتخبات مع منتخبات منافسة أيضا في المجموعة كل مباراة وكل نقطة دائما إلها وزنها في هذه البطولة نملك عناصر نملك إمكانيات نملك قدرات نملك الهمة نملك العزيمة وقادرين على التحدي استاذ البصرة خمس وستين ألف قادرين على التحدي قادرين على الإنجاز ثقتنا عالية جدا بالنشامة اللي صباح اليوم غادرونا إلى البصرة بيوم لله ورعايته وهدفهم واضح إسعاد جماهير كرة القدم الأردنية إن شاء الله إحنا الليلة هنعمل بث مباشر لكن في هذا الفيديو رح نحكي عن بعض الأمور رح نحكي ممكن فنيا عن تشكيلة المنتخب العراقي المتوقعة رح نحكي عن عناصر القوة اللي بتكون لصالحنا عن عناصر القوة اللي لصالحهم عن عناصر أماكن الضعف اللي عند المنتخب العراقي عن تخوفات من السيناريوهات اللي في المباراة لكن المساء هذا اليوم إن شاء الله فيديو بث مباشر معاكم نتحدث فيها عن المباراة المباراة مهمة جدا اللي بيحكي أنتم حملينها أكثر من حجمها لا إحنا واجبنا نقف ونشجع وندعم ونساند منتخبنا الوطن ونرفع الحال المعنوي أعتقد هذا هو اختصار المشهد إحنا عارفين إنه هاي المباراة مفتاحية لكأس العالم وإحنا عارفين المنتخب بمهمة صعبة في أهم مباراة إلو في تصفيات كأس العالم عارفين إنه لازم نقف مع المنتخب ونشجع المنتخب ونحفز المنتخب وعارفين إنه منتخبنا قادر وعنده إمكانيات وهو حيواصل نتاجه إن شاء الله بإذن الله المميزة اللي عملها في آسيا ويتأهل لكأس العالم فرصة سانحة ليست الفرص تأتي بهذه الطريقة مجموعة في تآهل عدد كبير من المنتخبات ممكن تجيب ثاني مجموعة أبضل مجموعة وتتأهل فإحنا بنتشبت وبنتمسك بهذه الفرصة التاريخية اللي سانحة لمنتخبنا الوطني في البداية أنا عم بتابعي ثير من الرياضيين كبات إعراقيين عم بيحكوا عن المباراة وأنا لما بقرأ تحليلهم أشعر بحجم الرهب والخوف من إمكانيات النشامة رغم أنه يغلف هذا الحديث دائما أنه منتخبهم في ملعب البصرة وأمام الجماهير رح يفوزوا لكن خد ما بين السطور تجد أن هناك تحسب وخوف من قدرات منتخب النشامة وهذا وضع طبيعي وأنا بحكي لك هي مباراة صعبة على الجهتين صعبة على المنتخبين منتخب النشامة قادر إن شاء الله يفوز منتخب العراق قادر أيضا يفوز على ملعبه بالنهاية مبروك للفائز هارد لك للخاسر وما في خاسر بين الأشقاء إن شاء الله الحديث قبل ما نحكي بالتشكيلة عن أماكن يتفوق فيها أحد المنتخبين على الآخر أهم عنصر بتسلح فيه منتخب العراقي الأرض والجمهور وهذا العنصر مهم جدا وبيعمل حافز لكن لما أنا باجي بدرس منتخب النشامة بعرف أنه جميع اللاعبين عندهم خبرات عالية وبيلعبوا وفيه محترفين وبيلعبوا وحتى البلعبوا محليا بلعبوا مع الأندي الجماهيري الكبير ومتعاودين على الضغط وعالجمهور فهذا عامل ممكن يعمل كمان تحدي وتحدي إضافي الألفين أو أكثر حيكونوا من جمهور النشامة اللي مكانهم قريب على الملعب رح يكونوا كمان حافز رح يسمع الـ 11 لاعب صوت الألفين مش حيسمعه صوت الـ 60 ألف إن شاء الله العامل المهم بالنسبة الفني اللي هو منتخب تشكيلته مستقرة تشكيلته ثابتة في تجانس بين اللاعبين اللي هو منتخب النشامة الثابت بالتشكيلة وبين عناصر وفي تجانس ومنتخب ما عنده استقرار بالتشكيلة المنتخب العراقي عدد المحترفين الكبير اللي بنفس المراكز عم بتخلي المدرب أحياناً يلعب بتشكيلة غير مستقرة يظله يبدل ويغير هذا الحكي مش موجود في منتخب النشامة في استقرار من سنة بالتشكيلة بالأسماء باللاعبين حافظين بعضه عارفين واجباتهم عارفين كيف يشتغلوا على تكتيك المدرب هضمين تكتيك المدرب عارفين كيف الأسلوب لما يلعبوا خارج أرضهم عارفين كيف الأسلوب لما فريق رح يهاجم متوقع لنهاجم خارج أرضهم هذه نقطة أنا شايفها لصالح منتخب النشامة لما نيجي نحكي عن التكتيك والأسلوب تخب النشامة عارف التكتيك اللي رح يلعب فيه واضح سهل مبين ثابت خارج أرضي 343 الخمسة أربعة واحد الضغط بنص الملعب الخروج بالكرة الثلاث أربع ثواني هجمة والذهاب إلى المرمى لكن لما تيجي تشوف المدرب والمدير الفني كساس المنتخب العراقي هو حائر حائر ليش هو حائر هو بيفكر كيف بده يعدل أكتر بالأسلوب كيف 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 ليش وهم مدركين وهم بيحكوا حتى هذا الحديث بطريقة غير مباشرة ليش لأنه هو بيفكر فيه حبك بالمباراة إن أنا اتقدمت وضغطت وهاجمت منتخب النشامة هعمل زيادة عددية بملعب النشامة إذا خرجوا بالكرة هيلقوا المساحات ومنتخب النشامة يملك أفضل مثلث هجومي بالمساحات في قارة آسيا وباعتراف كبار النقاد حاليا في قارة آسيا أفضل منتخب بالتحولات حاليا هو منتخب النشامة على الإطلاق على الأقل في منتخبات عرب آسيا منتخب النشامة أحد المحللين يوم أمس حذر منتخب العراق أحد المحللين العراقيين الكابتن حكى بثلاث ثواني منتخب النشامة عمل تحول من نص الملعب وسجل هدف في عماد ثلاث لمسات كل لمسي ثاني إذن فهو مدرب منتخب العراق أنا إذا بدأ أضغط بدأ أروع ملعب النشامة وبدأ أبادر وهذا المطلوب مني بملعبي وأرضي وجمهوري كيف رح أمنع منتخب النشامة من الخروج بالكرة وهل هذا سهل وإذا أنا بدأ أظن عامل رقابة على موسى ويزن وعلي مش رح أعمل زيادة عددية بملعب النشامة ومش رح أعمل تفوق بملعب النشامة هذه حبكة عند المنتخب العراقي ما إلى حل حلها بس إنه يجي هدف مبكر أنه تزبط محب لكن هي كحبكة فنية منتخب النشامة قادر بالتحولات يكون أخطر وصاحب الفرص الأكثر في المباراة الفرص الأخطر مش يكون المستحوذ أنا ما بحكي إنه الاستحواذ الاستحواذ منتخب النشامة مش بحاجر الاستحواذ طبيعة المثلث الهجومي اللي بمنتخب النشامة مش لصالحه مش لصالحنا نمسك كرة ونبني ونروع ملعبه احنا لصالحنا نقطع كرة ونعمل تحولات فهي بيفكر فيها كاساس كثير بيفكر فيها أنا بدي أذهب على ملعب منتخب النشامة بدي أكون مأمن طيب كل ما يمر الوقت بدي أزيد بدي أخف تأمين بدي أتخف الزيادة العددية عندي بالضغطية طيب شو بصير إذا منتخب النشامة تحول فهو عنده هاجس أزيد عدديا في ملعب النشامة على حساب الدفاع طيب بدي أعمل الضغط العكسي العالي وأمنع لاعبين منتخب النشامة بالخروج في الكرة برضو في مغامرة لأنهم تغطف على البلوك اللي بنص الملعب في منتخب النشامة وقدروا يطلعوا الكرة من نص الملعب حيروفوا على المرمى فهو هذا التفكير موجود عنده هذا لا يعني أن المباراة سهلة هذا يعني أن منتخب النشامة لازم يعمل مساميرا بوسط الملعب هذا يعني أن منتخب النشامة لازم يسكر أطراف الملعب والوسط ويعمل بلوك دفاعي متين وقدما كان هذا البلوك الدفاع اللي بنص الملعب والقرب بين الدفاع والوسط متين ما يكون مسافة بين الوسط والدفاع لأن المرات بيصير عندنا مسافة كلما كان هذه المسافة ضيقة وكلما كان الوسط متين أنا بصعب مهمة منتخب العراق بحطه تحت ضغط كبير وبخليه يفتح ملعب أكثر لأنه هو عامل الوقت لصالحنا مش لصالحه إحنا أهم العوامل اللي صالحنا اللي هو عامل الوقت في حالة الحفاظ على النتيجة أهم نقطة لازم يركز فيها منتخب النشامة التركيز ببداية المباراة ويشتغل على عامل الوقت الصبر الصبر لحد ما يفتحوا الملعب ما أعطيهم فرصة يسجلوا مبكرا ويتغيروا أسلوبهم هم يسكروا دفاعيا ونضطر إحنا نروع ملعبهم إحنا نستغل للفرصة نغلق نسكر نعمل البلوكات بنص الملعب مش الدفاع قدام خط الدفاع لا البلوكات الدفاع من نص الملعب وأهم إشي الكابتن جمالي السلام يكون عامل حل للاعب قادر على الخروج بالكرة تحت الضغط رح يواجه منتخبنا الوطني لما يستلم الكرة ضغط المباشر والضغط على اللاعب اللي مع الكرة رح يواجه ضغط عكسي من الثلاث اللي بالأمام ضغط متقدم الخروج بالكرة مهم إن كانت مع الحارس قدرة يطلع الكرة وتصير هجم مرتد إن كانت خط الدفاع إن كان فيه لاعب وسط اليوم بغيب لاعب مؤثر مع منتخب النشامة نور الروابدي وعنده قدرات بالخروج على الكرة موجود الكابتن نزار عنده قدرة الآن مين اللاعب الثاني؟ هل رجائي اللي هو أفضل لاعب يطلع الكرة في الأردن لكن هل دوره الدفاعي حيساعد؟ أو إبراهيم سعادي اللي بنزج بين الدورين الدفاعي والهجومي اللي بيقدر يخرج الكرة ويقدر يدافع ممكن رجائي أفضل بالخروج بالكرة بس إبراهيم ممكن يكون يدي دفاعيا أكثر وأعتقد أن أي واحد منهم سيشارك هو إضافة والثانين حاليا أنا بالنسبة لرجائي آخر مباريات لعبة مع نادل حسين كان في قمة مستوى المدير الفني أعرف كيف سيلعب لأنه كل لاعب يلعب مش اجتهادي واجتهادة لا هو سيلعب عشان مزايا معينة يطلبها منه المدرب بالملعب إحنا إذا خرجنا بالكرة حنلقى المساحات إذا ثبتنا بنص الملعب وسكرنا بنص الملعب وعملنا لابنك بنص الملعب وسكرنا الظاهرين حنقلل من خطورة المنتخب العراقي وحنأثر كثيرا على النواحي الهجومية بالمنتخب العراقي ورح نخليهم مع مرور الوقت يتخلوا عن أسلوبهم يتخلوا عن الانضباط بعض الشيء وهذا سيعطينا المساحة السيناريو السيئة إذا نجحوا بتسجيل الهدف سيتغير كل شيء الصبر مهم الاستقرار انضباط الدفاع التوازن الدفاعي مهم في هذه المباراة وبعد ذلك احنا عنا الثلاثة اللي بتخشاهم آسيا الرعب الهجومي الرعب والإمكانيات والقدرات الهجومية بالهجم المرتدة يزن النعيمات لاعب سريع جدا مهاري جدا اجروا حلوة على القول موسى التعمري قائدي كبير سريع جدا سرعة انفجارية لاعب مقابل لاعب يتفوق قدرات على التوغل قدرات على الاختراك قدرات على التمرير قدرات على التزديد قدرات على الصناعة تفاهم كبير بين موسى ويزن علي علوان بكمل دور التنين بيشتغل محهم سريع زيهم ممكن يرجع للورى اكتر منهم لما يخليهم اتنين للامام وبيسندهم من الخلف يمكن يبدل محهم صراحة تلاتة هم قوة هجومية هائلة في منتخب النشامة عشان ينتجوا ويشتغلوا وينجحوا بالنضباط عالي في نص الملعب اغلاق المنافذ اغلاق كل شيء وتحرير هذا المثلث هذا المثلث الرهيب اكبر مشكلة بيعاني منها او بفكر فيها منتخب العراق ضبط هذا المثلث وهو بهاجم لانه هو مش رح يلعب بطريقة ينضبط والانتخب ينضبط ويصير المباراة بنص الملعب لانه منتخب العراق في ملعبه بارضه مع شعار اللي طالعين اللي عم خلوه ضغط ضغطوا في حالهم في انها مباراة ترد اعتبار مباراة ثائر زادوا من الضغطات عليهم يعني صار فرضوا على حالهم انهم يلعبوا اكثر هجوميا كل ما يمر الوقت كل ما يمر الوقت كل ما يمر الوقت لصالح المنتخب كل ما يمر الوقت والنتيجة تعادل لصالح النشامة كل ما يمر الوقت هيصير كثير اشياء لصالح النشامة انه الملعب رح يفتح فبالناحية التكتيكية ما فيش اجتهادات كثير 3-4-3 او 5-4-1 بالحال الدفاعية ثبات الظهيرين مهم جدا ثبات الظهيرين اليوم لما تيجي تحكيلي هي الطريقة 3-4-3 هي 2 وسط يمين ووسط إشمال بس هو لما تتحول 5-4 بده يؤدي ظهير يمين وظهير إشمال لما احنا نيجي نشوف تشكيلة النشامة كلنا بنحط أول بنحط تسعة وبنفكر باتنين يعني ممكن نفكر باتنين أو واحد اتنين هل اللعب إبراهيم سعادي ولا هل اللعب رجائع عايد يعني منتخبنا ثابت مستقر لما نيجي نلعب بال3-4-3 أو بتتحول 5-4-1 هل حيلعب المنتخب بمحمود مرضي لاعب الخبرة اللي هو بالأساس جناح واللي توظف في هذا المركز مع عموته وفي مباريات توظف فيها كمان جمال السلامي كلاعب بالشمال وسط ويرجع ضهير أو رح يلعب بمهند أبو طاها للعب آخر مباراة اللي بيأدت كضهير دفاعي أكتر لكن أكيد بالخبرة وبالنواحي الهجومية وبالخبرة وبالقاذة محمود مرضي قيم كبير جدا وأعتقد أنه عنصر مهم يتركز عليه المدير الفني للمنتخب اللي بيحكي طب ليش ميلعبهم اتنين ما بصير يلعبهم اتنين إلا أنه هيلعب علي علوان ومرض علي علوان وموسى ويزر فهيلعب لا فبالنهاية يعني مش هيقدر مرضي يلعب جناح مهاجم لا بيلعب في الثلاثة أربعة وسط الشمال بيأدي أدوار الظهير لا بيلعب مهند أبو طاها بيأدي دور الوسط اللي بيساند الهجوم وبيأدي حالة الظهير باقي التشكيلة معروف إحنا عارفين يعني مش بيجي واحد تقول تحكي أنت توقعاتك هما بالعراق عارفين دارسين إحنا عنا يزن العرب وديارة ثابتين بالطريقة والتشكيلة واضح جدا أنه أبو النادي رح يكون هو المدافع الثالث ويزيد أبو ليلة ثابت في النص والثلاث مهاجمين ونزار أو رجائي أو نزار أو سعادة بيظل عنا إحسان اللي هو أصلا اللاعب الوحيد اللي رايح ضهير أيمن اللي ممكن يلعبه ضهيره وسط أيمن وإلا بالجهة اليسرى مرضي أو مهند أبو طاعة إحنا ما أحد بيقول لك طب أنتو مش مكشوفين هاي لذي المنتخب وهاي تشكيلته وهاي نجاحه نجاحه كي أنت بتفكر أنك سهل تتعامل مع تركيبة المنتخب بالطريقة اللي بلعب فيها مع فريق جاي هاجمه هو عارف العراقي اللاعب بس كي بدي يوقفهم كي بدي يعمل التوازن الدفاعي الهجومي أكثر شيء يفكر فيه منتخب العراق التوازن الدفاعي الهجومي كي بدي أهاجم منتخب الأردن وأعمل وظل متوازن أمام مثلث رعب أمام مثلث سريع أمام مثلث مهاري عشان هيك أنا شايف أنه فيه أشياء إيجابية لصالح المنتخب أشياء تفوق فني ممكن تكون لصالح المنتخب في مباراة اليوم اللي هي أنه إحنا ممكن ننضبط نعطيهم الكرة وإحنا أحسن منهم خلف الكرة إحنا عنا المساحات خلف الكرة ما بدي أحكي كثير عن منتخبنا أنا بدي أحكي أكثر عن منتخب العراق أولا منتخب العراق كثير غير بتشكيلته في المباريات وما استقرش كساس في تشكيلته في المباريات وكل مرة بيستقطب محترفين بلاعبهم مرات بلاعب محليين مرات بجر هو استدعى عدد كبير من اللاعب المحترفين مركزه متشابهة اليوم يوم أمس أو أول أمس بلشوا يحكوا أنه دانيلو ساعد اللاعب المحترف اعتذر وقال أنه متجاهز وبلش غياء دانيلو ساعد هو لاعب بديل مشارك مرتين كبديل في الشوت الثاني مش لاعب أساسي بتشكيلة منتخب العراق فهو مش عنصر مهم أساسي مهم جايب عن المنتخب أكيد لاعب له قيمته هو عم بلاعب لعيبة مميزين جدا بمركزه الحارس جلال حسن حكو حيغيب إلا العراق عندها مشاكل في موضوع الحارس وخط الدفاع أنا بتوقع أنه يلعب موجود في التدريبات شارك تدريب الأمس وتدريب هذا هو راح يلعب فأنا أعتقد أنه هو موضوع التشكيله عند الكساس اللي هو مين يلعب ومين يقعد لأنه مش مستقر بالتشكيل إلا مع أني أنا بحط تصور يمكن أن يطلع فوق الـ 85% صح لتشكيلة منتخب العراق خلينا نحكي أول إشي شو أهم مشاكل منتخب العراق في تشكيلته أو في عناصره أو في طريقة لعبه دايما منتخب العراق عنده مشاكل بخط الدفاع يعني أهم مشاكل منتخب العراق هي المشاكل الدفاعية عنده مشاكل بخط الدفاع عنده مشاكل جهة الضهير الأيمن يعني الضهير الأيمن حسين علي اللي بلعب بهولندا بيهاجم ما بيدافع وهو عم بالعب بالعبش زينا 3-4-3 وبيلعب 4-2-3-1 فهذه عنده مشكلة عنده مشكلة دايما فيش استقرار بالعمق الدفاعي ودايما بصير فراغات وعنده يعني أكثر مشاكله بالخط الدفاعي وحتى بحراسة المرمو فالمشاكل عند العراق بتكوين العمق الدفاعي دايما في عنده مشكلة بالعمق الدفاعي دايما في مساحة بين الوسط والدفاع في كثير ظهرت مشاكل بتقدم حسين علي وعدم عودته للضهير اللي هو ضهير الأيمن وعدم عودته الدفاعي لما بنيجي نستعرض بالـ 4-2-3-1 أهم قوة أهم عوامل القوة في منتخب العراق العامل اللي بيخلي منتخب العراق موجود في البطولة العامل اللي بيخلي العراق منافس وبتصدر بنفس رصيد النقاط مع منتخبنا واللي بيخليه نقطة قوة هو المهاجم أيمن حسين أيمن حسين اللي هو رأس الحرب الصريحة في منتخب العراق المهاجم المحطة المهاجم الهدار في لاعب كرات العالية بالهيد لاعب مميز جداً بالكرات العالية بالهيد بيسجل برأسه كتير داخل منطقة الجزاء بردو بيقدر يسد لمسطة الكرة بيسد يعرف طريق المرمى ونقطة ثانية هو بالالتحامات الثنائية قوي بدنياً وكثير بيكسب الكرة وهذا بالتالي نقطة قوة في المنتخب العراقي يتطلب أدوار أو عبدالله نصيب إذا هو راقبه أو من يزن العرب أو أبو النادي يعني أكيد فيه لاعب حيراق ومش يمكن ما يكون لا مركزية يعني يمكن مرة يروح جهة أبو النادي مرة يروح جهة يزن مرة يديارة مفروض بالكرات الثابتة والكرات العرضية والرخنيات والكرات الثابتة يلعب مع منتومان ساندويش واحد قدامه واحد خلفه وأكيد جمالي السلامي مدرك أهمية هذا اللاعب وخطورة هذا اللاعب اللي هو أهم مفاتيح ممتخب العراق اللاعب المحترف في الدوري القطري بالأربعة اكدين ثلاثة واحد عندهم مربع هجومي جيد ممتاز لعيبة كلهم محترفين عشان نكون واقعيين أهم إشي بأسلوبهم الكرات العرضية الكرات الثابتة اللي ترفع داخل منطقة الجزاء بالكرات الركنية استثمار أيمن حسين تفريغ الجناح الأيمن تفريغ الجناح الأيصار إذا تقدم حسين علي يقولنا لكم بدافعش كيف يعمل يقوله يعمل العرضية أو إذا تقدم مرخاس دوسكي يعمل كمان الكرة العرضية فعشان هيك الإغلاق مهم جدا ثبات اللاعبة في الطريقة الثلاثة أربعة ثلاثة في الحالة الدفاعية ثباتهم كظهيرين يمنعوا تقدم الظهير يمنعوا التفوق الظهير أو لاعب الجناح أنه يعكس الكرة العرضية دك تمنع الكرة العرضية بدك تقلل من الفولات قرب منطقة الجزاء أو جوانب الملعب عشان ما يصير كرات عرضية أو كرات ثابت تلعب داخل منطقة الجزاء عشان يستثمرها أيمن حسين بالهد لأنه هو عم بشتغل عليها بطريقة رهيبة جدا أيمن حسين هناك كثير أسماء من سيلعب أنا بالنسبة لي مقتنع أنه لا يمكن كأساس أنه يستغني عن إبراهيم بايش اللي بلعب بالدوري السعودي هو كان عنصر ثابت عنده في التشكيل دائما إبراهيم بايش أساسي بالتشكيل يعني إبراهيم بايش جناح أيمن مع أنه ممكن يلعب خلف المهاجم بس أنا بتوقع يلعب جناح أيمن هو بلعب جناح أيمن وبلعب خلف المهاجم وبلعب وسط أنا بتوقع يلعب جناح أيمن عندي قناعة أنه مش رح يلعب كثير بمركز إبراهيم بايش لأنه استدعى زيدان إقبال هيكون إبراهيم بايش الجناح الأيمن يعني إذا زيدان إقبال المحترف بثاني الدورة الهولندي القادم من مانشستر يونايت موجود وبدو يلعب 99% أنا شايفه يعني صعب أنه ما يداش فيه أساسي معناته إبراهيم بايش حيلعب جناح أيمن وبروح على لاعب كومو الدوري الإيطالي علي جاسم بلاعبه جناح أيصر فبصير عنده إبراهيم بايش جناح أيمن علي جاسم جناح أيصر زيدان إقبال خلف المهاجم هاي توقعاتي للتشكيلة التغيير الوحيد اللي ممكن يفاجئني بالتشكيلة أنه يلعب يوسف أمين كجناح إذا لعب يوسف أمين كجناح أنا بستبعد أنه يلعب مكان علي جاسم لأنه كثير من مباريات لعبها كان إبراهيم بايش وعلي ويوسف أمين بس كان علي جاسم ما بعرف ليش مكان يشارك بس فيه مباريات العكس لعب علي جاسم وفيه مرة لعب عبراهيم وعلي ويوسف بس ما كان زيدان إقبال موجود فأنا أعتقد أنه وجود زيدان إقبال مشاركته أساسية تفترض بإبراهيم بايش يمين علي جاسم 90% شمال 10% يوسف أمين وإذا شفنا علي جاسم يوسف أمين بالتشكيل الأساسية أجنحة معناته أنا أتوقع وهذا احتماله أضعف عندي إبراهيم بايش يلعب مكان زيدان إقبال لكن توقعاتي هدول الأربعة المهمين هجوميا إبراهيم بايش يمين علي جاسم شمال زيدان إقبال خلف المهاجب أيمن حسين المهاجم الخطير في الأمام بالمهارة علي جاسم مهاري جدا علي جاسم مهاري جدا لاعب شاب بعمل مستقبل كبير حاليا بدخل دوري إيطالي مهاري جدا بعمل عرضيات كويس ممكن يروح من الجناف ويتحول لمهاجم تاني إبراهيم بايش عنده العرضيات مميزة عنده الاختراق مميز لو اللعب حتى خلف المهاجم ممكن يسدد على المروع وممكن يبدل مع هو اللعيب يزيدان إقبال لاعب صانع العاب لاعب وسط صانع العاب خلف المهاجم إمكانيات عالية هدولا إذا أغلقنا ولعبنا بالانضباط وراقبناهم وثبتناهم ومنعناهم يعملوا أي كرة العرضية أو يفرغوا أي منح سين أنت بتنهي خطورة المنتخب العراقي هلا إحنا أسهل نعمل هيك منهم يعملوا هيك مع الثلاثي الهجومي اللي عندنا مليش لأنه إحنا بنلعب على ملعبهم مش مستعدين نفتح الملعب بنسكر ونعمل ضغط على هدول اللاعبين بنراقبهم بنثبتهم نحرمهم من الكرة بس هم إذا عملوا هيك مع يزن وموسى أو علي معناته هم مش رح يهاجمون كثير رح يخف هجومهم رح يكونوا على حساب الزيادة الهجومية وهم بملعبهم مع ضغط الجماهير مع طلب الفوز ورد الاعتبار مش هيعملوا هيك يمكن يعملوا عشر دقائق ربع ساعة هيك بس بالأخير حيندفهم فهاي النقطة إذا اشتغلناها فنيا لصالحنا ثبت هدول الأربع اللي حكينا عنهم بتثبت وبتلغي قدرات المنتخب العراقي الهجومية بتنهي وصول الكرة لأيمن حسين بتمنحهم من الدخول لملعبنا بتمنحهم من اللعب بملعبنا أو مش يدخل منطقة الجزاء أي خلل في الرقابة وبالضغط ممكن يسبب مشكلة كبيرة لمنتخبنا عشان هيك تركيز اللعيبة مهم جدا التحضير المعنوي وأنا شفت اليوم صور اللاعبين المتسيمين كأنهم رايحين نزها هم بركبوا بالطيارة كذا صور يعني فيه راحة مهمة يعني فيه راحة واضحة فيه ثقة وإن شاء الله تترجم على أرض الملعب بوسط الملعب هم عم بيعتمدوا بلعيبة ارتكاز عادة اتنين ما بعرف حقيقة يمكن مع خلال المباراة يغير يصير بده يزيد هجوميا على حساب لعيبة الارتكاز مع مجريات المباراة خاصة إذا سجل منتخبنا هم بيعتمدوا على أمير العماري المحترف في الدور السويدي وسامة رشيد المحترف في الدور البرتغالي والتانين بين ستة وتمانية والتانين أصلا يعني ممكن حتى يلعبوا قلوب دفاع لعيبة ديفنسف يعني لعيبة بوسط مدافعين ممكن عم ماري يقدم شوي وإحنا شفنا لعبوا ضدنا في بطولة آسيا وبنعرفهم هدول التانين أكيد عندهم مهام كثير كثير مهام أهم هاي المهام إنه منتخبهم إذا دخلوا هاجم كيف بدهم يغطوا على تقدم حسين علي اللي بتتأخر بالتراجع كيف بدهم يغطوا على الضهير التاني ميرخاس كيف بدهم يرجعوا لأنه فيه مثلث هجومي خطير في منتخب الأردن فأنا ما أعتقد أنه كهساس رح يعطيهم أدوار هجومية لهدولة اثنين مبكة يعني إذا بدوا يعطيهم أدوار هجوميا إذا كانت المباراة صارت صعبة عليه إذا ما تستطيع يسجل لكن ببداية المباراة هينضبطوا هينضبطوا بهدولة اثنين ويحاول حتى يغطي فيهم الأظهرة ويغطي ويزيد من رقابة موسى ويزنوا علي بالارتداد قلوب الدفاع أكيد روبين سلاقة مدافع مميز كثير واللي حكوا يعني فيه كلام أنه زيت تحسين ممكن يلعب يمكن ما يلعب رغم أنه ما غاب مباراة كان بالتمرين وأنا أتمنى أنه يلعب لأنه كل مشاكل خط الدفاع عندهم من زيت تحسين هو عنده أفواتي كثير زيت تحسين قلوب الدفاع وجلال حسن بالسرعة لما نجي نحكي بالسرعة بالهجم المرتدة إحسين علي ما بيقدر يواجه سرعة يزني ذراع شمال أو علي بالشمال مرخاص دوسكي صلب قوي بس موسى التعمري أسرع منه بكثير يعني موسى إذا طلعي هاجم وأخذ موسى الجناح بتقدم مرخاص ما بيقدر يلحق ويرجع هم خايفين أصلا من النقاط هاي هم حاسبين حساب هاي النقاط هم هاي النقطة اللي مش عامل يقدر تعملهم توازن في المباراة تفوق إن شاء الله يظلوا متفوق إن شاء الله يا رب يزيد أبو ليلة مقارنة بجلال حسن حارسهم يعني يزيد أعلى حاليا يزيد حاليا يقدم مباريات كبيرة نتمنى أنه يستمر بالتألق والتألق والتألق وهذه أهم مباراة يزيد لازم تتألق فيها هذا منتخب العراق تلك الأسلوب المتوقع لمنتخبنا هم بالأربعة اثنين ثلاثة واحد سيحاولوا يهاجموا سيتحول محب خلال الإنبرار أكتر ممكن مع الوقت تصير أربعة واحد أربعة واحد وهذا رح يكون المغامرة هذا بيعملوا يتأخروا ما يدروس يسجلوا إذا أجا فيهم هدف وإذا أجا فيهم هدف أو تأخروا وعملوا بهذه الطريقة وراحوا اندفعوا هجوميا وتركوا نص الملعب تركوا الدائرة واعتمدوا لاعب ارتكاز واحد منتخبنا قادر جدا يسجل عدد من الأهدار بالهجمة السريعة المرتدة جربها منتخب عمان يجا فيه هدف حاول يعمل هيك هدفين على السريع لأنه هذه قوة منتخبنا قوة منتخبنا السرعة الهائلة والقوة الهائلة الانفجارية عند موسى يزم عليه هذه قراءة فنية مبسطة قراءة فنية للسيناريو لجميع الأحوال فقتنا كبيرة بالنشامة فقتنا كبيرة بقدرات النشامة حين نلعب على الثلاث نقاط ايش ما صار لساتنا موجودين ونبدنا نفس وقادرين نفوز بباقي المباريات خاصة اللي في ملعبنا مشوار كأس العالم بفرض علينا أنه كل مباراة تكون مهمة وكل مباراة نهتم فيها هلأ جولة خمس أيام هدول كلهم بتاعي متشجيع بعد هاي المباراة عندنا مباراة مع شقيقنا منتخب لكويت أعجبني يوم أمس الجمهور الأردني والجمهور العراقي في البصرة كيف بتعاملوا الأخوة الروح الحلوة كيف موجودين الاستقبال التعامل الرائع منهم اليوم قراءت خبر أنه رئيس الاتحاد كرة القدم العراق عدنان درجال بده يكرم إذا الخبر صحيح موسى التعمري اللي رفع عالم العراق في آسيا بعد ما خسر منتخب العراق في روح في تعاون صح في أصوات في أصوات كثير حاولت تودي الامبراء إنها امبراء فقر وإنه وإنه أحد الكبات أني شحكي اسمه يوم أمس يعني حكيها بطريقة يعني يعني حتى ما عجبوا ليش يحكي إنه مدربنا حكي رايحين عشان نجيب الثلاث نقاط هذا أبسط حق للمدرب يحكيه هو إذا كركبك لما حكي أهيك هاي مشكلتك إذا أنت خفت من تصريح هاي مشكلتك لكن هو حقه حقه يودي لك رسالة ويودي رسالة ثقة للاعيبته بالنهاية هاي مباراة كرة قدم بين منتخب العراق الشقيق مع منتخبنا منتخب الأردن نذكر جميعا عندما رفضت كل المنتخبات تلعبه رمى أبعد العراق أنه يلعب بملعبه اللي كان دائما يطالب أنه منتخب العراق يلعب بملعبه دائما اتحاد الكرة من خلال رئيس اتحاد كرة القدم السمو الأمير علي بن القسين اللي بذل جهود عالية جدا من أجل أن يلعب منتخب العراق على ملعبه وقاد هو الحملة من أجل أنه منتخب العراق يأخذ حقه إرسال ممتخبنا يلعب بعد أربع سنين من افتاح ملعب البصرة ومش قادرين يلعب عليه بعد ممتخب الأردن مع أكبر وفد إعلامي بزور العراق الإعلامي الرياضي كل إعلاميين الأردن يعني عدد كبير منهم كانوا موجودين في ملعب البصرة في هذه المباراة العراق والأردن أهل أخوان حبايب أشقاء مش رح يأثر فينا الصوت بعض الأصوات النشازة إحنا لا إحنا براع بيننا ممتخبين براة كرة قدم تبدأ بالمحبة وتنتهي بالمحبة طموحاتنا نفوز حقنا نحاول نفوز حقنا إنه إحنا نقاتل من أجل نفوز حقنا يكون طموحنا نلعب بكأس العالم أشطول عليكم كثير لصار الفيديو طويل جدا هذا الفيديو نعتبره فني قبل المباراة والليلة إن شاء الله إذا كان بالعمر بقية نكمل في بث مباشر بناء على الوعد اللي وعدته للشباب في الردود على تعليقاتهم شكرا لكم جميعا إن شاء الله النشامة قدها إن شاء الله بنفرح بالنشامة وإن شاء الله منتخب الأردن في كأس العالم يا رب شكرا لكم